على وقع الصواريخ الحوثية المتجهة نحو الرياض ذهب المبعوث الأممي مارتن جريف إلى صنعاء وعاد منها دون تحقيق تقدم ملموس في جهوده الرامية لإحلال السلام في اليمن المبعوث الأممي الذي عاد من صنعاء قال إنه وجد لدى القيادات التي التقاها من الشرعية والحوثيين رغبة في الوصول إلى حل للنزاع الجاري والانخراط في الحوار لكنه لم يقدم أي مواشرات عملية تؤكد الاستعداد العملية من قبل ميليشيا الحوثي للذهاب إلى مفاوضات جادة وبنها فمقابل الأفكار الأممية التي طرحت في صنعاء كانت صواريخ ميليشيا الحوثي تطرح رويتها للسلام عبر الصواريخ التي وطلقت باتجاه السعودية طوال فترة وجود المبعوث الأممي بصنعاء والتي بلغت تسعة صواريخ استهدف الصاروخ التاسع معسكرا للجيش السعودي في نجران السبت الماضي فيما أكدت مصادر إعلامية سعودية مقتل خمسة جنود سعوديين في جازان على الحدود اليمنية خلال الفترة الماضية التفاؤل الذي أبداه المبعوث الأممي عن رغبة قيادات حوثية بالانخراط في الحوار رافقه اتهام البيت الأبيض لميليشيا الحوثي بعرقلة جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام وقال البيت الأبيض في بيان له إن الهجمات الطائشة لصواريخ الحوثي باتجاه السعودية تؤكد استمرار قوات الحرس الثوري الإيراني في زعزعة السقرال المنطقة لا جديد في مشاهد السياسة في اليمن سوى جولة المبعوث الأممي الجديد على الأرض وجولة صواريخ ميليشيا الحوثي في سماء الرياض ورغم كل المؤشرات التي تؤكد عدم جدية الحوثي في المساهمة في إنعاش السلام إلا أن الأمم المتحدة ما تزال كعادتها تبني آمالها على تصريحات قيادات الميليشيا لا على صواريخها